اهلا بكم في فيديو جديد حعلمكم كيف نتخلص من السليوني اول حطوحنا منها عشان نتخلص من السليوني هو التقشير الجاب معروف انه التقشير الجاب بيساعد على تنشيط الدورة النفوية بالجسم وبالتالي بيساعد الجلد على التخلص من السموم يعني بيعمل ديتوكس للجلد كمان بيساعد على التخلص من كل الجلد الميت الموجود على الجلد والموجود والمتراكم حوالي الشعر وبالتالي مع الاستعمال المتكرر هتلاحظي انه هو هيخلصك من مشكلة نموء الشعر نحتى الجلد كمان بيشيل كل الزيوت والاوساع والاترب المتراكمة في المسامات وكمان بيدي طاقة للجسم عشان كده بيفضل دائما التقشير الجاف يتعامل قبل الاستحمام الصباح مثلا بيدي الجسم نشاط طول اليوم هذا شكل الفرشة اللي بنعمل بيها التقشير الجاف عبارة عن شعيرات شعيرات ما بتكون نعمة جدا بتكون حد الماء نوعا ما كده خشنة من مررها على الجسم يعني من نقطة على اتجاه القلب يعني لو انت شغال على الرجلين من تحت على اتجاه القلب ومن ديتين كمان على اتجاه القلب لو نحن شغالين في الرقبة من فوق على تحت يعني كله على اتجاه القلب لو عندكم حساسية او لو بشرتك حساسة او ملتهبة او عندك اكزيمة او اساسة انتحامة بفضل استشارة الطبيب قبل ان انت تبدي بالتقشير الجاف ولو لاحظت احمرار بعد التقشير الجاف هذا الطبيب وهذا عادي ده من اثر تنشيط الدورة الدموية الخطوة الثانية هي استخدام مقشر القهوة كافي سكرام الكافيين يساعد على تمدد الاولادة الدموية ويساعد ليحفز دورة الدموية وبالتالي هو بيجلل مظهر السلولويد بشكل كبير يعني بيعتبر هو يعني اللاين الاول في تغيير مظهر السلولويد كمان معروف ان الكافيين هو مضاد للاكسادا وبالتالي بيساعد الجلد ويحفز الجلد على تكوين الكولاجين بالتالي بيساعد الجلد على ظهور مظهر مشدود اكدر عمل مقشر القهوة جدا سهل كل اللي بتحتاجين القهوة بودرة من القهوة او حبيبات القهوة لو عندك البدرة بتعت القهوة خشنة هتستخدم معها جلد الفيرا الصبار جل الصبار ولو عندك القهوة على شكل بدرة نعمة هتستخدم حي نزيد لها السكر وحنستخدم معها زيت جوز الهند فتاخد مقادير متساوية نفس مقدار القهوة ونفس مقدار السكر ونفس مقدار الزيت فحيز انك تحاولي تعملي مزيج مع بعض متماسك اصلا تقدره تفريدي ويكون شوية حبيبي اصلا يبدأ يعمل لك تقشير اخر حاجة بعد مرحلة التقشير بعد ما لكت المسهمات مفتوحة والجلد مستعد انه هو يستقبل المرتبات والمواد المغذية سنبدأ نعمل الترطيق ونغذي الفشرة ونرطفها بالمواد المغذية المتيدة ومنضطات الأكسدة دي كلها هتساعدها على ان يتحفزها وعلى انها تنتج الكولاجين وانها تظهر بمظهر مأدود وبيخلي عمرها الافتراضي اكتر يعني مطول في شباب الجلد مغذيك بعرف فوائد الزجاجة والزيت موغ وزيت موغ وزيت موغ وزيت مجلد شيئا في الطرطيق بس انا اليوم هتركز على زيت بزور سامر الورد زيت بزور سامر الورد هو مركب عالي عالي الترطيب يغني بالأحماض الدمية و يغني بمضادات الأكسدا و فيتامين و فيتامين سين يساعد على شد البشرة و هو قابض للمسعمات يعمل على شد الجلد و يعمل تفتيح للجل هنضيف مقدم الجساوي منهم كلهم و هنضيف عليهم بعد خمسة إلى ستة دروبس من سيد بزور سامر الورد و كده المرتب بكم جاهز بعد التقشير بمسعه على كل جسم الترطيب جدا مهم لازم ارتب جسمي بعد التقشير كلنا طبعا بنعاني من السلوليد و لو جربتوا هذه الأفكار ستلاحظوا فرق كبير في انه مظهر السلوليد بيخب تماما معاكم لو استمريتوا على هذه الخطوات هذه الخطوات جدا مفيدة لجلدكم في جلد لشباب الجلد حقكم اتمنى انكم تجربوها اتمنى ان تضعوني لايك للفيديو تعبوني سبسكرايب و تعملوني شير للفيديو اشوفكم مرة جاية في فيديو جديد و في امان الله